لكن طب شوني بميز اختيار المسيح لتلاميذ المسيح خليني أقول عدة أمور أول شيء أحبائي المسيح اختار ناس عاديين ناس عاديين مثلك ومثلي الخمس أسماء الأولى يعني يحنى وأخوه بطرس وأخوه فليبوس كانوا من بيت سيدة كانوا صيادين السمك عند بحيرة طبرية كان ناس هارد ووركينج بيبول بيشتغلوا بالأيادة بيتعبوا بعرق جبينهم وبيتعبوا كل الليل حتى يمسكوا شوية سمك يغدوا أو يطعموا العيلة يحطوا خبز على الطاولة وفي نفس الوقت يبيعوا شوي حتى يربحوا ويكملوا حتى يشتروا احتياجاتهم من قمح من خضرة وفاكهة هاي الناس أو هؤلاء أتباع المسيح كانوا عاديين لاحظ لم يكونوا من الأغنياء مدعاش الأغنياء ولم يكونوا من رجال العلم أو الثقافة بهذا التمييز لم يكون لهم مركز اجتماعي مرموق لم يكونوا من علية القون كالصدقيين أو الفرسيين ولم يكونوا حتى من رجال الدين يعني إذا واحد عاوز يعلم على الأقل جيب ناس الفهمان بالدين لم يكونوا من رجال الدين البارزين ولم يكونوا أيضا من رجال السياسة جماعة عايشين بيشتغلوا بأشغالهم العادية هؤلاء الناس العاديين جعل منهم أناس غير عاديين من الأمور العادية اللي كانوا بيقوموا فيها جعل منهم يسوع المسيح أن يقوموا بأمور خارقة الكرازة بملكوت المسيح الملكوت الجديد شفاء المرضى إخراج الشياطين وتطهير البرص وإقامة الموتى هذه الأمور تتطلب عمل خارق جدا وهذا العمل كان مؤيد بجلال وسلطان وحضور الرب يسوع المسيح موسيقى موسيقى موسيقى